الأخ محمد عبدالله الأنصاري قال جميل جدا أستاذنا العزيز لكن هل ترى حضرتك وجود حكام مهديين في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ومنهم؟ هذه أمور نسبية يجب إحنا نبحث عنهم وندعمهم وندعم أي واحد صادق مؤمن مخلص حتى يطبق العدل في أي دائرة مستمو بالضرورة بالعالم طبعا عالم كل يحتاج إلى نظام عادل وهذا النظام مفقود الآن بين الأمم والشعوب وفي داخل كل بلد الأخ سعيد العقوب يجيب الأخ محمد عبدالله الأنصاري يقول يجب صناعتهم أي أن وجود المهدي مختبئا أو هاربا أو أنه سيظهر في آخر الزمان مجرد خرافة وخزعبلات المهديون يجب صناعتهم من قبل الشعوب واختيارهم ليحكموا بالعدل ويحققوا العدالة الاجتماعية ويصنعوا التنمية طبعا في النظام الديمقراطي كما تعرفون يعني المفروض مجالس النواب الصحافة الحرة القضاء قوى المجتمع المختلفة هي التي تراكب الحكام وتمنعهم عن الانحراف والظلم والفساد فنقيم نظاما ديمقراطيا يحقق العدالة يجيبه الأخ محمد عبدالله الأنصاري لأخ سعيد الياقوبي يجب أن يسعى كل إنسان ليصنع من نفسه مهديا لا أن ينشغل بجعل غيره مهديا وبذلك تحل كل مشاكلنا يعني ما يمنع الإنسان هو يكون مهدي ويصلح الآخرين أيضا يقول له نعم صحيح أتفق لكن لا يمكن أن يصنع المرء من نفسه مهديا إذا لم يحطم من عقله مهديا الخرافة يجيب الأخ محمد عبدالله فكرة المهدي التراثي هي فكرة شيطانية خبيثة صنعتها أيدي الكهنة وتجار الدين لتنويم الناس وضحك عليهم وجعلهم شعوبا اتكالية نائمة تنتظر من يوقظها ولا تستيقظ حتى لو جاء يوقظها الأخ علي العبدالله يقول أعطيني نظام بشري عادل يعني الله أعطانا الهدى في القرآن الكريم وأمرنا بالعدل ووصف نفسه بالعدل فعلينا نطبق الدين هذا هو نكون مهديين أيضا هنا عدنا الأخ محمد باكر يقول لا يوجد نظام بشري عادي أو عادي ليقصد لا أدري ويحقق العدالة ولا يحتوي على فقراء في كل دول عالم المهدي ضرورة عقلية قبل كل شيء هو صحيح لا يوجد نظام لأن البشر يجب أن نبادر حتى يتحقق العدل أما المهدي العام اللي في ذهنك يا أخ محمد باكر ضرورة عقلية قبل كل شيء يعني كيف ضرورة عقلية ليش أنت تفهم أخري ميفهمو إذا يا عقلية نحن بين أخيارين بين الانتظار السلبي الممتد منذ قرون طويلة وإلى قرون لا تنتهي وبين المبادرة والعمل وتغيير أنفسنا وتغيير الوضع السياسي والاجتماعي حولنا وهذا أمر ممكن علينا أن نعمله ولا نعيش في الأوهام يبدو أنه يوافق الأخ محمد باكر يقول ما لا يدركه كله لا يتركه جله صحيح الأخ فتحي سامي يقول أنت أستاذ أنت غير مؤمن بمهدي والانتظار حتى وإن كان سلبي يعني وجود مهدي ألا يعد هذا تناقضا من حضرتكم أنا أقول فكرة شخص واحد مولود قبل 1200 سنة ولا يزال حي وبصورة إعجازية فرضية فرضية على فرضية على فرضية يعني الناس أكوا افترضوا وجود ولد الإمام العسكري ثم افترضوا أنه إمام ثم افترضوا أنه المهدي ثم افترضوا أنه حي لم يموت ولا يموت منين جبتوا الكلام هذا؟ لا يوجد آية قرآنية حوله ولا حديث نبوي ولا فالشي معقول وعصر المعاجز انتهى بالأنبياء السابقين حتى نيو محمد ما جاب معاجز إلا القرآن لإثبات نبوته فشلون هذا عايش؟ صار 1200 سنة بصورة خيالية هذه أفكار شيطانية مو أفكار دينية الأخ عبد الحميد بن دريس يقول على كل المسلمين أن يكون في نفسه مهديا مطبقا لشرع الله ساعيا في نشر الخير بين الناس أحسنت يا أخ عبد الحميد ياسر الطائي يقول كلامك عين الصواب سلطان الزاملي يقول وهو أما قاله ابن خلدون إذن فكرة جيدة يعني شوفي هذه الحقيقية ما عدنا غيره ولا يمكن أن ننتظر واحد موهوم إلا أن نحن نبادر أبا الأزل المسلمي يقول أحسنت وهذا ما يريده المسلمون اليوم طالب مولود يقول المهدي الحقيقي أتى ورحل ولن يأتي مرة أخرى وهو محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي جاء بالهدى ونحن نحتاج إلى حكام عادلين الإمام العادل يعني الحاكم العادل في مقابل الأئمة الظالمين المستبدين الفاسدين الطغاة فإذن نحن نحتاج من يطبق الدين حسن العمار يقول هذا اجتهادك أنت وفكرة مستوحات من الخيال يعني أنا ماذا أفرض عليك تقتنع بها تقتنع ما تقتنع أنت حر حسين علي يقول هل بمقدورك أن تصير مهدي يجب على كل إنسان أن يكون مهديا أنا وأنت وغيرك وغيرك والآخرون يجب علينا أن نكون مهديين يعني التزم بهدى الله تعالى هل هذا صعب؟ هل هذا مستحيل؟ لا يمكن أحد يدعي يقول أنا ذلك المهدي الذي في الأذهان الذي يعني منتظر في كل العالم هذا شيء يعني محقيقي أحمد المعموري يقول أحسنت هذا هدف إنساني كبير وهو الأساس لاستقرار واستطباب الأمن والحياة وبناء منهج إصلاحي حيدر السراج يقول كلامك عند المذهبيين مرفوض جملة وتفضي لا إلى ذلك فلا يأخذ بكلامك أبو سيف الخزاعي يقول جميل جدا باكر سامر يقول أنت متوهم وذلك لأنه لا بد من وجود إنسان يعلم ماذا يدور في عقل الله تعالى سبحانه وتعالى أنا قلت له أستغفر الله ربي وتولي التعبير الأخ كان جدا يعني مستفز بالحقيقة فالله طبعا لا أحد يعرف ما في ماذا يفكر الله سبحانه وتعالى أو ما في عقل الله هذا كلام مصحيح إنما الله سبحانه وتعالى ينزل الهدى للأنبياء ويعلمهم الحكمة والموعظة الحسنة وعلينا أن وجاء بنا الأنبياء والأنبياء ختموا بالنبي محمد فما أكي واحد بعد يعرف يعني يرتبط بالسماء ويجي وحي فهذا فرضية مصعيح يا أخي باكر أبو زهراء الأسد يقول هذا سرد أو سرد كلام ليس له أي معنى ما داما لم يثبته الدليل طيب شو الدليلك أنت عن جبتك القرآن الكريم قالتك الله يأمرنا بالعدل يأمرنا بالمعروف أن نأمر بالمعروف وننهى المنكر هذا هو عمل الإمام المهدي أن نمنع الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجور هذه مهمتنا مهمة الناس دائما وأبدا وإذا تخلوا عنها وراحوا وناموا بالبيت يجونا الظالمين الظالمون والطغاة يسيطرون عليهم أبو رامي علواني الحسيني يقول أليس المهدي هو الفكر الأصيل للعدل الإلهي والطريق الواضح المعالم للرقي الإنساني والتقدم الاقتصادي والبناء الاجتماعي السليم وهذه المعادلة تحتاج إلى قائد ذو بصيرة نافذة ومؤيد بالأناية الربانية لتحقيق المبتغى لوجوده على رأس الهرم مؤيد بالأناية الربانية كيف يعني نزل علي وحي؟ هذا فكرة مصحيحة أما أنه لازم يكون يعني فذ وذوبصيرة أو شي فهذه أشياء مثالية إحنا لازم نكون واقعيين بقدر إمكانيتنا وبقدر قدرتنا وطاقتنا نحقق العدل ونكافح الظلم والفساد ما نجي نظريات افتراضية وهمية مرة أخرى يقول الأخ أبو رامي يقول أنت تنكر المهدي ولادة ووجودا وتدعو الناس جميعا أن يكونوا كالمهدي سلوكا وأخلاقا إذن القضية المهدوية حقيقية أو حقيقة وجودية واقعية ووجوب أن نحتذي بها بناء على حثك إيان عليها أنا أقول فكرة المهدي تكون فكرة إيجابية ليس سلبية الفكرة الإيجابية أنه إحنا نقدر نطبقها مو في شيء نتضرب الغيب يجينا إحنا خل نعمل خلايا مهدوية نتعاون مع بعض كل جماعة مؤمنة في منطقتهم في حيهم في مسجدهم في قريتهم في مدينتهم في بلدهم يتعاونون على الخير وعلى إشاعة العدل والقصط ومكافحة الظلم والفساد والجور والاستبداد هذه يكونون مهديين حسن صادق يقول هذا زمن فقط الإمام المهدي أجل الله فرجه وسهل مخرجه نتوجه له لأن الإمام قابق وسين أو أدنى من ظهوره إن شاء الله عن قريب يظهر وأنصاره نكونوا محبينا طيب أنت يعني شنو تعمل بعدين بس تنتظر أو تكون تعمل وتكافح الظلم يعني فكرة الإمام المهدي العادل الذي يقيم العدل هاي فكرة تبعثنا إحنا على إقامة العدل يعني أقول صوروا الأخوان اللي يسمعوني الآن أو اللي شاركوا بالكتابة والنقاش والحوار تصوروا لو أن الأخوان المتحاورين صمموا الآن على تغيير والتعاون فيما بينهم وشكل كل واحد منهم خلية مهدوية في محيطه وبدأ العمل والتغيير والإصلاح كل حسب قدرته ماذا سيحدث في العام القادم وبعد عشرة عام ومائة عام العدد ينتشر أما إذا جلسنا سلبيين متكتفين فلن يحدث أي شيء المهدي ضرورة حضارية في مقابل الدجالين والشياطين الذين يظلمون الناس ويفسدون ويسرقون أموالهم وثرواتهم إذن الحوار طويل وفي صفحات أخرى أيضا جرى حوار نأمل إن شاء الله أن نكون مهديين وأن ندعم الأئمة المهديين ونكافح الأئمة الظالمين المفسدين الطغاة المجرمين العملاء والخوانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته